إلى موسكو أيضا الكاتب والباحث السياسي سيد اندريه مرتزين هلا بك سيد اندريه سيد اندريه يعني الحديث اليوم ينصب سهلا بكم حياك الله الحديث ينصب اليوم أن الجانب الأوكراني وراءه الجانب الغربي يريد إثارة ما يسمى بالابتزاز النووي كما تحدثت سيدة ماريا زخاروفا وأن هذه المخاوف حقيقية رأينا أيضا رسائل من الجانب الروسي للولايات المتحدة حول هذا الأمر لكن لم يتم تصديق كل هذه المسائل ما الذي سيأتي بعد هذه الخطوة على مستوى الجانب الروسي من الجانب الروسي طبعا سيتم مواصلة العمليات العسكرية الخاصة والمعارك الشديدة في منطقة هيرسون ومنطقة سفاتو هذا في جمهورية لغانسك وطبعا أنا لا أرأي الأسباب لتخفيف حد التوتر طبعا التحذيرات الروسية بشأن القنبلة القادرة طبعا هذا ليسا لكلام الفارغ بالفعل كانت لإدارة رأي زيلنسكي استخدام هذه القنبلة تحترية الولايات المتحدة طبعا ومن أجل اتهام روسيا بالجرائم الحرب والآخر وعزل روسيا على الصحة الإعلانية هذا هو كان الهدف نحن نعرف هذا الجيدا وكل التسريحات الروسية على مستوى الوزارة الخارجية على مستوى رئيس بوتين على مستوى الوزير الدفاع الشويهو كانت مواجهة لتجنب هذا الاستخدام القنبلة القازرة طبعا هذا الشيء منطقي طيب دعني أتطرق إلى مسألة الأقمار الاصطناعية الأمريكية التي قيل أنها أقمار اصطناعية تجارية تعطي معلومات لكييف استخباراتية حول مواقع تواجد القوات الروسية والجانب الروسي قال سندمرها هل هذا ممكن أن يشعل مشكلة حقيقية مع الجانب الأمريكي يدخله في دائرة الصراع بشكل مباشر؟ بلا شك طبعا هذا الشيء لم ينافس سابقا في الماضي الولايات المتحدة لم تستخدم الأقمار الصناعية المدنية للأهراض العسكرية الآن تقوم بهذا الممارسة طبعا هذا هو شيء غير مقبول وأنا لا أستبدأ احتمال إسقاط واستهداف هذه الأقمار الصناعية بالفعل إذا كانت هذه الأقمار الصناعية هي وسائل الحرب أو أداة الحرب ضد روسيا طبعا يمكن استهدافها بلا شك إسقاط هذه الأقمار الصناعية ستفتح المرحلة الجديدة للمواجهة المواجهة في الفضاء هذا شيء خطير جدا وحتى الآن أنا سميه التحذير روسيا لم تكن بإسقاط هذه الأقمار الصناعية بالرغم أنا أتعرف أين تقى هذه الأقمار ولدى روسيا الوصائل لتبنير هذه الأقمار الصناعية من موسكو الكاتب والبحث السياسي سيد اندريا مرتزين شكرا جزيلا لك